نواصل حل تمرين كتاب مدرسي ونحن الآن مع التمرين رقم 25 25 أذكر إذا كانت الدالتان متساوية الفكرة هنا أنني أضرب في المرافق ذكر إن كانت الدالتان متساوية دستور الأولى ودستور الثانية نطرح أول سؤال هل لهما نفس الدستور؟ نضرب هذه في المرافق اللي هو جذر X زائد واحد الأول مربع نقص الثاني مربع وواحد في أي مقدار هو نفسه لاحظ أنه لهم نفس الدستور عندما أضرب في المرافق هل لهم نفس مجموعة التعريف؟ مجموعة التعريف الدل آف و الدلاج متى تكون آف معرفة؟ متى تكون آف معرفة؟ هذه دلة تتضمن كسر وتتضمن جذر تكون آف معرفة كسرياً إذا كان مقامها غير معدوم مقامها غير معدوم وما دام هناك جذر فما داخل الجذر مجب تماماً هذا لا يسوي نقص واحد معنى جذر X معنى X ليسوي واحد معنى جذر X ليسوي الواحد معنى X ليسوي الواحد و X مجب معناها كل الأعداد المجب معدل واحد كل الأعداد المجب معدل واحد هذا مجموعة التعريف آف نأتي إلى مجموعة التعريف الدلاجي متى تكون G معرفة؟ إذا كان مدخل الجذر مجب وإذا كان المقام غير معدوم هذه X مجب أعوناها و X نقص واحد لا يسوي الواحد معنى X ليسوي الواحد معنى ها نفس الشيء دي جي هي الأعداد المجب معدل واحد لاحظ أن لهما نفس مجموعة التعريف معناه دي أف يسوي دي جي على شكل مجال ولهما نفس الدستور الدلتان متساويتان أف تسوي جي إذن الدلتان متساويتان لأن لهم نفس الدستور ولهم نفس مجموعة التعريف انتهى التمرين رقم خمسة وعشر موسيقى 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 موسيقى